الاشتراكي يندفع إلى الخطوط الأمامية في جبهة الشرعية جرى ذلك في اللقاء الأول من نوعه الذي أجره الرئيس عبد الربو منصور هادي مع قيادة الحزب الاشتراكي اليمني منذ أكثر من عام اندفاعة الحزب الاشتراكي جاءت مدروسة وبعناية واتكأ فيها الحزب على خبرة سنة كاملة من التموضع في المنطقة الأسطى بين الشرعية والانقلاب أثار هذا التقارب اللافت بين رأس النظام الانتقالي والحزب الاشتراكي اليمني موجة من التفاؤل بشأن طبيعة المرحلة المقبلة التي يبدو أنها تتجه إلى تأسيس إطار وطني واسع للتعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة في ظل المراوغة التي يمارسها الطرف الانقلابي في مشاورات الكويت تميز الحزب الاشتراكي اليمني طيلة العامين الماضيين بموقف تقليدي من مجرى الأحداث فهو متمسك بشرعية النظام الانتقالي مما يعني ظن أنه يرفض الانقلاب ولكنه لا يتقد موقفا حديا من التطورات التي سبقت سقوط صنعاء وتلك التي حدثت بعد سقوط صنعاء موقف تباين مع مواقف بقية الأحزاب والقوى السياسية التي جاءت حادة تجاه الانقلاب مثل الحزب الاشتراكي اليمني الحامل الوطني الأهم للوحدة اليمنية وقاد جبهة النضال من أجل تحقيق هذا الحلم خلال عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم إلى أن تم إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1099 لا تزال اليمن تدفع ثمنا باهظا نتيجة لإصرار المخلوع صالح على إخراج الحزب الاشتراكي من المعادلة السياسية والتي لم تكن تعني سوى الالتفاف على المعاني العظيمة للوحدة اليمنية باعتبارها إطارا للشراكة الوطنية في القرار وفي إدارة شؤون الدولة وفي التوزيع العادل للثروة جاء رد فعل الحزب الاشتراكي على إقصائه من المشهد السياسي رشيدا وفعالا عبر انخراطه في مهمة بناء الكتلة الوطنية ممثلة بدكتل اللقاء المشترك الذي تصدى للمخلوع صالح منذ أواخر تسعينيات القرن المنصرم وحتى الإطاحة به في 2011 عبر ثورة شعبية أدارها تكثر اللقاء المشترك بكفاءة الجديد فيما نجم عن اللقاء الاشتراكي بالرئيس هو حرص الحزب على إعادة تعين مواقفه من المقاومة الشعبية التي عبر عن تأييده المطلق لها وتحيته المتأخرة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتشتيده على المضمون الإنقلابية العدواني فيما أقدم عليه الحوثيون والمخلوع صالح مواقف قد تعزز من وحدة الصف الوطني إزاء التحديات العاصفة التي تواجه اليمن في هذه المرحلة الهامة من التاريخ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة